جديدة في القانون برضو مكاتب الاعتماد ايه مكاتب الاعتماد؟ هي شركات خاصة اللي عايز بقى يرخص عن طريق الشركات الخاصة بيروح لها ده زي معمول في أوروبا كده ايه قد تبدأ السيارتك بيروح هي تطلع له شهادة الاعتماد ياخد بها رخصة لا لازم يروح ولا ممكن يعملها بقى تريسكة تانية برضو بتوقيه لا يعني هو هيبقى الاعتماد من خلال شركات الخاصة الشركات الخاصة دي بتعمل حاجة اسمها مكاتب الاعتماد ده لسه متعملتش هيها تتاعمل يعني ايه يستطيع المواطن يروح لها هراري اللي عايز يعمل مشروع كبير قوي ومش فاضي وبيزنسمان وكلام ده كله هيروح لمكتب يبعث مندوب المكتب الاعتماد ومكتب الاعتماد يعملوا اجراءات كلها واشتراطات كلها ويشرف على تنفيذها وكده ويدي له شهادة الاعتماد والقانون بيجرم شهادة الاعتماد دي لو تلقت مزورة فيها عقوبات مشددة حبسه غيره قبل يعني لغاية ما يتم العمل بمكاتب الاعتماد هتنشأ فورا لانناس كتير بدأت تقدم طلبات لانها طبعا مربحة اي نيجي بقى لحاجة جديدة برضو في القانون هتفيد احنا كل ده بنتكلم في فوايد كلها وهتكلم بقى في الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها اي نيجي في الترخيص بالاختار حضرتك لأول مرة في مصر هيبقى الترخيص بالاختار يعني ايه؟ يعني انا جهزت محلي واتضبطه وعملت الاشتراطات وفتحت واشتغلت وبيعت واختر المركز الترخيص ان انا اشتغلت في خمسة وستين نشاط لو تعرف النشاطات دي حجمها قد ايه؟ هتلاقيها تساوي فوق تلتين او سبعين في المية من الانشطة اللي في السوق اهمها ايه؟ اقول لحضرتك هديك امثلة عشان خاطر ساعتك ايه؟ ده مهمة اوي اه ماشي يا فندم محلات التوزيع المواد الغذائية بانواحها المختلفة تمام محلات المواد التامونية بانواحها محلات الخضار والفاكهة بالجملة والتجزئة بانواحها المختلفة محلات بيع الدقيق البيع العطار الحبوب الجافة البن وملحقاته المشروبات الغازية البلح والطموغ والعجوة الحلويات والمشروبات والعصائر ده في الغذاء مثلا نيجي مثلا فيه الملابس محلات بيع الملابس بقى أشكالها المختلفة اطفال نساء رجال محلات بيع الأحزية بقى أشكالها المختلفة محلات بيع الخيوط بقى أشكالها المختلفة محلات بيع الخردوات بأشكالها المختلفة كل ده بالاختار شوفي أعدادها قد إيه دي محلات بيع الستائر والتطريز والخياطة واللوازم السباكة والأدوات الصحية والسيراميك والأبواب والعدد والأدوات والبلاط والحديد التسليح والمعادن وأدوات المعمار والحدائد والغراء ومحلات مواد البناء ومحلات الأجهزة الكهربائية بأشكالها المختلفة محلات صيانة البيع وصيانة الهواتف المحمولة بأشكالها المختلفة محلات بيع الكمبيوتر واللابتوب واكسسواراته وصيانتها محلات بيع وتركيب الكاميرات المراقبة محلات بيع تلاجات التبريد والتجميد خد تبال ساعتك محلات بيع الأدوات الكهربائية كل ده محلات الطباعة ومحلات الدعاية والإعلان ومحلات الخدمات بتعريجية الأعمال ومحلات توصيل طلبات للمنازل الخدمة الديليفر يعني وبيع الورق حاجات كتير بتمثل النشاط الأكبر بالاختار بياختره بس وبعطل مع الاختار المستناد بتاعتي وهو خلال تسعين يوم يجي يعين ويديك الرخصة فيش أبصبت من كده ماشي مستنادات المطلوبة ما أنا هكلا هل هي تعجزية خالص خالص بص حضرتك صورة البطاقة كل واحد مع بطاقة تمام بطاقة البطاقة الضريبية تمام كل واحد مع بطاقة ضريبية لازم يبقى مع بطاقة الضريبية ماشي السجل التجاري وعافية السجل التجاري من الجهات اللي بتعمل الخدمة في ربع ساعة بتطلع على السجل في ربع ساعة تمام السجل التجاري عقد الإيجار أو عقد التمليك الملكي الملكي يا أنا مالك يا مؤجر خلت بالسيادتك بيجيب شهادة أن المبنى ده مش مخالف تمام تمام المبنى اللي هو فيه كله المبنى اللي هو فيه أو المحل اللي هو فيه تمام وبعدين إذا كانت أغزية بيجيب شهادات صحية للعملين في المحل بتاعه بيجيب شهادات صحية للعملين في المحل